عشرات القتلى من المدنيين في شوارع إيران احتجاجات أضرم فيها المتظاهرون غضبهم على قمع النظام الإيراني شرارة غضب لم تهدأ بعد مقتل مهسى أميني على يد قوات الشرطة منظمة إيران هيومان رايتس وثقت بركان الاحتجاجات المتصاعدة في البلاد التي تحولت إلى انتفاضة في عشرات المدن الإيرانية الكبيرة مثل طهران والتبريز ومشهد ومدن كردية نظراً لأصول أميني الكردية الإيرانية النساء التي كان لهن موقف داعم لحرية أميني خلعنا الأوشحة عن رؤوسهن بهتاف الغضب في وجه السلطات الأمنية لا للحجاب لا للعمامة تفاقمت الأحداث بتعطيل خدمة الإنترنت على تويتر وتسجيل عطل جديد للإنترنت عبر الهاتف المحمول في البلاد الأحداث حركت واشنطن بفرض عقوبات جديدة اقتصادية على شرطة الأخلاق الإيرانية والعديد من المسؤولين الأمنيين لممارستهم العنف بحق المتظاهرين وعلى خلفية مقتل الفتاة مهسى أميني الحادثة لم تمر مرور الكرام فالرئيس الأميركي جو بايدن وخلال خطابه في الجمعية العامة للأمم المتحدة أعلن تضامنه مع نساء إيران وهي رسالة تأكس موقف أميركا المناهض للسياسة الإيرانية ليست الداخلية منها فحسب بل هي تراكمات تتسجل في قائمة الرفض لسياسة رئيسي ونظام طهران القمعي التي ترد عليه إيران في المحافل الدولية بالدعوة إلى رسائل الحوار ترجمة نانسي قنقر